السلام عليكم أنا اسمي عبدالسامد واليوم أشارك معكم القيصة القيصة لقد رأيت 10 سنوات بعد ما تعفيت من واحد المرض عقلي أنا كنت داركي ممتاز واحد الشاب كان طموح كان عندي الواليد الممتوفي وكانت عندي غير الوالدة الوالدة دارت لي فجعتها باش أنني نقرأها حتى أنا بواحدة اللي كنت عندها وكننا نغيشينها لأنا وياها دارت لي فجعتها باش أنها تقريني وتوصلني فين بغيت وكانت بغتني تشوفني في جهة رمية الحمد لله وكانت بغيت الوالدين وكل شيء مزيان تعتقد أنني نتحق بالجهاز الأمنيدي للداركيين وكنت داركي مزيان واخدام مزيان وكنت داركي ممتاز هذا الشيء هذا وقع بدون العلم ديالي الحمد اللي طرعت فيها واللي كبرت فيها كانت فيها واحد البنت هذيك البنت كنت ديما ديما كنحسبها بحلقتي كنت كنت تدخل عند الوالدة تعاونها تصيب لي أنا المكلم لي ما تكونش الوالدة هذيك البنت كنت كبيرة علي ببعاد ما أنا كنت كنبن في الحقيقة ديالي أنني كبيرة عليها بزافة ديك البنت كنت يعني وحدة من العائلة من صغرنا وإحنا كنعرفوها وكانت كتقى بني ملي ما كنت كنش الوالدة وفهمتي يعني كنا مقرع بالبعدياتنا بزافة أنا من اللي كبرت وولتها حقت بالدارك يعني هذيك بالنسبة ليك أنها أختي قلت كنحاول نقلب على شي بنت الناس اللي غنت تعرف عليها ولي غدا نزوج بها ونستقر معها كنت غنسكنها مع الوالدة حتى دار الوالدة كانت كبيرة وكان خلالنا المرحوم الله يرحموه وقلت نجيب شي واحدة اللي تعاون الوالدة وذلك شي فعلا تزوجت وكانت المرأة اللي عمرها دار ترونكير واحد مرأة إنسانة خلوقة جدا وطلعت ليه في الوالدة ما من النهار تزوجت ولا وشي حوش تترى واللي خيبين بزاف معي أنا كانت ذيك البنت اللي كانت مربي معها بحلقتي كانت بنت الجيران عام من بعد هذا نعرف بلي كانت كتبغيني وكانت بغت تزوج بيها وانا ما كانش على بالي مهائيا تشكو مع مرأة صرحتني بيه من اللي سمعتني تزوجت ولا تكتدليل مشاكين مع مرأة ولا تشوفني في الزنقاجية اللي وصلت تجي تجري وتعنقني وتقدم حلسة ليه وذلك وأنا بحكم أن الفكر اللي عندي هي أن أختي والما دام عرفة بلأن هذه السيدارة كبرت معايا وربح الختي وكبرت معايا ونقلصوا وتجي عدنا الضار وملي تكون معايا في الضار ولا تكدير واحد الحركات بحل دا باك نكون وقالسين كانت تغدا وتشد ليه في يدي وتقلت ليه والمرأة كده كداش وأنا رجل كبير وتكون المادام هذا شي جاني غريب أنا أنك تجي تتحقي معايا وتنقضي وتخشي ليه وتحطي راسك عليه وتقضي ليه وتلعب ليه في شعرية والمادام قلصة المادام بدأت تتقلق عبدالسامال شنو هذا شي هذا رغم يمكنك أن تكون أختك تقدير معك وقدامي رائعي ليه شي شي شوية ولي تنقر مع المادام تقول الله رأي أختي هذه وأنا حتى باطنيا ودينيا في العقل الديني أن أختي وتنعامل معها بسيط حتى لوحد النهار عارفت بلي المادام ديالي في الحمام وقد أتجي أنا كنت مخطام شتاك النار كنت أن المادام ديالي يأتي من الحمام عادي كانت الوالدة ديالي مسافرة ومشت للبلاد تقضي شي غريبك عارفتني بها السيدة عارفتني أنا بواحدة في الدار جاءت سلام بغير دخلات حلات الباب قلت يوش عندك شعجة ما نصيبها لك قلت لرى المادام ديالي ده برا مقدة كل شي غير نراسك مرحباش كل شي مزيان غان عمروش بردتين سنة وتدشي وكده عادي شوية السيدة ويتحيد حواجة كاملين ويتطلح عليها وكتغوت ربلع تتغوت بحل زعماء أنا بويت نغتصبها وبدأ هبطو الجيران وكتغوت من الشرجام ويا عريانا وجو الجيران حلية ما تحل حلية ما تحل يا كلاباس يا كلاباس هادي تلقوا البنت عريانا وأنا هنانيا وشي شوية جات المادام عود ثاني يا كلاباس شواقع هاشنو جريت المادام الحمد لله المادام فهمتني جريت المادام عندك تلق قسم البلة راهاشنو راهاشنو طرا سيدة سيدة واقيلة ركنت كاتب غيني وأنا مفخ باري شو بغد ديلي شوها وعرفتني جوج شو بيك وكدا والمادام ديلي وقفت معي وشرحات للجيران قتليهم أية رات سيدة كاتتتصلت لي يا براجلي وأنا هادي وأنا هادي ودافعت علي باش عرفو الجيران شنو كين ويقدامهم دارت واحد الغلاط ليخلى أن الجيران يعرفوا بلي أنا راه أمضلهم فالقصة قتلي يا والله هلا بقات فيك انت غا تولي ديالي تعصبها تخرجت على الطوع ديالة وهنا غيبدأوا المشاكين ناضت سحرات ليا بشات الدرد دكشي ديال الشعو هذا باش هنعرفها سحرات ليا ولو تيجيوني نوبات ديال الصرع بالليل وليت كان نوت تنبغين نضرب مرات بدون أي سبب تنبغين نضربها كنولا تتبلي بحاشي شيريرا كتصيب لي الماكلة تبدأ ننقلب أعلى تنقول هشي تنخرج تنطرج ما بغيتش ننقلس في الدار قيتش كان بغين نقلس في الدار كان نشوفها تنضفل على وجهة تتبلي بحل مشاكة وخانزة وعفتها وما كان بغين نضير معاوال وعفتها والخورة كتتفرج من تتفرج كتلاحظ تغيير لي وقعك كان بلا كان نخرج كان نخبط في الباب وتجي عندي مكيها كلابات شو واقعة عشان عندك وقاله تنجرع لي ومشي في حالتي ما تنبغتش في الدار تنبغين مشي نبغت تغييف الزنقاوم ولا كل شي احتمل الخدمة ديالي واللي تنغيب ما عارف شوش أنا خدمت ما ولا لا تنبغين غوط تنغيما ما نشوفش كمارت هذه الخيتي اللي معي في الدار ما نشوفش كمارتها وبعد مرات تنجيم قصد تنزيتن سبع فاعصة ونمشي في حالتي احتاج الروع لي من الخدمة وذيك الاراتبية المرة الأولى وذيك الاراتبية المرة الثانية احتاج الروع لي من الخدمة من اللي احتاج الروع لي من الخدمة زاد طلع لي ذاك شي بزاف زاد طلع 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 فوق الطاقة ديالي درجة انني ولي تنخرج للزنقا محيد حواجي تنبغوات جيبوا لي فلانا جيبوا لي فلانا جيبوا لي فلانا جيبوا لي فلانا تنخوة بسمية هذيك خيتي اللي دارت لي هذي شي هذا وبالليل بالليل تنحس بناس واقفين معي تنحس بدك شي كين معا يشدوني مني يدي ومن رجلي وتن بدى نغوت وتن بدى نغوت الوالدة ما صبراتش لاتشي هذا ما صبرها ما عرفاتش باش تبليت قلت لي يضربوك والدي بالعين ضربوك والدي بالعين حتى من الوالدة دي لي ضربتها شي جوجولة ثلاثة المرات ما كان شعرش براسي شنو كان دين هاتشي هي لي كتعودوا لي حتى عيطت لي للناس اللي كيديوا المصحات العقلية ومشيت المصحة العقلية طلقت من مراتي هي رفعة الدعوض الضيد حكم انني كان عرضت الحياة دي للخطر وبحكم انني ضربتها مرة ما جوجوش متلاتها وكانوا علامات ظاهرة في الجسد دي لله بقيت في ذيك المصحة العقلية بقيت مدة طويلة مدة طويلة ونفذيك المصحة والمصيبة كان ديك خيتي كانت جي عندي كلها مرات جي عندي تشوفني كلها مرات جي عندي تشوفني ورضيت بأمر الواقع وما لقيتش واحد مجنبين من غيرها ولكن من اللي رجع لي عقلي ورجعت لي الطبيعة ديالي واستقريت في الحالة النفسية ديالي صار حاتني بقيت كتبكي أني بأضان ميران قلت لي دير فيه اللي بغيتي ولكن حتى كتكن بغيك وملي تزوي شي صافي ضلامت الدنيا في عيني مقاكيب اللي يوله هو أنني اختنا رجعك بأي طريق ولكن ضمرت لك حياتك خرجت لك على خدمتك عفوه لي وغفر لي أنا ضارت بيها الدنيا مشات لي الخدمة مشات لي الزواج الصحة ثم من الصحة العقلية ديالي مشات بالسافة القصة دي ضمرت لي حياتي ولكن الحمد لله لكل حال اللي بقي حي ورجعت لي الصحة العقلية ديالي أي واحد مع هذه القصة نبغي دايماية شكرا بالسافة لإستعملت القصة ديالي كن باكم عبد سلاماته ترجمة نانسي قنقر